اشتركوا في القناة جلالته خلالها مباحثات مع فخامته تتناول سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة وتطوير التعاون الاستراتيجي الوثيق بين البلدين الصديقين اضافة لمجريات الاحداث والتطورات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية كما يشارك جلالة الملك المعظم خلال الزيارة في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم لدى وصوله سعادة السيد خواي جين بينغ وزير التربية والتعليم بجمهورية الصين الشعبية والدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة السيد نيرو تشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين والسيد أوسكار تشاو القنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ والسيد فان تام نائب القنصل الفخري والسيدة أوليفيا تشينغ مساعد أول للقنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ وعضاء السفارة البحرينية وكان جلالة الملك المعظم قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من هذا اليوم رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال